مواجهة لم تشهدها سوريا منذ زمن بعيد هبة في وجه نظام غير متوقع بتصريحات مفاجئة واتهامات واضحة بالفساد ومطالب بالتغيير ما السر وراء غضب الفنان السوري فراس إبراهيم وماذا قال ليحزن النظام السوري؟ فراس انتقد استمرار ترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد ووصف الأمور بأنها وصلت إلى حد لم يعد يحتمل ما القصة؟ فجأة خرج فراس إبراهيم بتصريحات عن ترية واتهامات غير متوقعة بتزامن مع تدهور الليرا السورية أمام الدولار في الفترة الحالية ووصول سعر صرفها لأدنى مستوى في تاريخها فراس لم يكتفي بذلك بل ترك العنان لنفسه للتحدث عن الوضع المعيشي المزري في سوريا حاليا انتفض إبراهيم بوجه المسؤولين في البلاد بانتقادات تحولت إلى اتهامات مباشرة بأنهم وراء التقصير المقصود وعدم القدرة على إيجاد أي حلول للمشكلات التي يعاني منها الشعب السوري طيلة السنوات الماضية تصريحات الفنان جاءت عقب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشار فيه إلى أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد قد وصلت إلى مستويات مخيفة ولم تعد الآن مقبولة في ظل معاناة الناس في رأس إبراهيم ظهر كما لو كان سياسيا بامتياز محذرا الجميع بأنه في حالة استمرار الأوضاع في سوريا على هذا المنوال ستصبح الصومال حلما بالنسبة للمواطن السوري وسيكفر بفكرة الوطن ووصف الفنان السوري الحرمان من المتطلبات البسيطة الذي يعيشه السوريون في المرحلة الراهنة بأنه أقسى شيء من الممكن أن يتذوقه أحد في التاريخ بل قال إنه حين يلتقي بأحد المسؤولين يجد أن النية بتحسن الوضع غير موجودة على الإطلاق لديهم وأن هذا الأمر يجعله يشعر بالحزن الشديد والفزع فهو ما زال غير مقتنع بالمبررات التي يقدمها المسؤولون ووجه لهم رسالة باللهجة السورية مفادها من ليس عنده حلول يعترف يروح يعد بالبيت إبراهيم يعتبر أن العديد من المسؤولين في البلاد يرون أنهم موجودون في منصبهم لمدة مؤقتة لذلك يريدون أن يأخذوا كل شيء حيث يعتبرون المنصب فرصة لا يمكن تعويضها وتساءل الممثل كيف بإمكانه أن يتوقع من أولئك المسؤولين تحسين ظروف ومعيشة السوريين وهم يفكرون بهذه الطريقة وأجاب على سؤاله بقوله بالطبع يوجد أشخاص شرفاء لكن ليس لديهم فرص أما أصحاب المناصب والكراسي فلديهم سيارات وأموال وعلاقات وسفر إلى الخارج والمثير أن الفنانة السورية فراس إبراهيم دأب على انتقاد الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا بشكل مستمر خلال السنوات الماضية الوضع المعيشي الحالي في سوريا كان حجر الزاوية في الانتقادات التي وجهها فراس إلى المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد فضلا عن وصول الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها فهل ستؤدي تلك التصريحات إلى توقيف الفنان السوري؟ وهل ستؤثر على اختياره لاحقا؟ للمشاركة في أعمال درامية؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة